أهلاً بكم في بلدنا تأتون من مكان بعيد ومن ثقافة أخرى أنتم الآن في أمان وترغبون في معرفة كيف يتحقق التعايش المشترك هنا هذا ليس بالأمر السهل ولكننا سننجح في ذلك معاً من الجيد التعرف على قواعد العيش المشترك واحترامها ربما يساعد هذا الفيلم في ذلك يعيش في ألمانيا أكثر من ثمانية ملايين شخص من غير الألمان من جنسيات أخرى يوجد في ألمانيا تمثيل لأكثر من 190 جنسية وفيها مواطنون ومواطنات من أصول مختلفة إن المجتمع في ألمانيا والذي أصبحتم جزءاً منه هو مجتمع متنوع ما يجعل الحياة المشتركة مثيرة للاهتمام ولكن أيضاً صعبة أحياناً احترام كل إنسان أخر هو شرط مهم من أجل العيش المشترك بسلام وتناغم بإمكان جميع الناس العيش هنا معاً في سلام لا يتوجب عليهم الخوف من الحرب والعنف والاضطهاد حيث تقبل وتحترم آراؤهم وأنماط حياتهم من يحاول فرض رأيه عن طريق العنف تتم معاقبته الاحترام أمر جميل يمكنني أن أطالب باحترامي من قبل الناس هكذا كما أنا ولكن من أجل هذا علي أيضاً أن أحترم الآخرين كما هم علي تقبل الآراء الأخرى تالما أنها منطبطة في إطار القانون هذه خطوة هامة في اتجاه أن يكون الإنسان جزءاً من المجتمع من يرغب في أن يحترم عليه الالتزام بالقواعد السارية في البلد ومن يتجاوز القواعد ويؤذي الآخرين يفقد احترام الآخرين له من المهم احترام حق كل إنسان في أن يقرر بأي إله يؤمن أو أن لا يؤمن بأي إله على الإطلاق ولكن لا يسمح للدين بأن يكون وسيلة لحد حرية الآخرين وإخضاعهم لتصورات معينة يجب أيضاً احترام أن يكون حل الخلافات دائماً سلمياً وبدون عنف بالمطلق لكل شخص الحق في التظاهر والاعتراض ولكن ليس لأحد الحق بفرض رأيه بالعنف ومن غير المسموح أيضاً إهانة الآخرين لفظياً في ألمانيا تتم معاقبة العنصريين عندما يهينون أو يهددون أناساً لهم لون مختلف أو قومية مختلفة بل ومن الممكن أن يدخلوا السجن بسبب ذلك تتدخل الدولة عندما يمارس أحدهم العنف على شخص آخر بدلاً من أن يحترمه وسيكون من الأفضل بالطبع أن لا تضطر الشرطة إلى القيام بذلك تناقش مسألة اندماج اللاجئين في ألمانيا حالياً على نطاق واسع نعلم أن النجاح في ذلك ليس سهلاً ولكن عندما تنجح جهودنا في هذا المجال سنبين للجميع أن التسامح والإحترام أساس التفاهم بين الشعوب المختلفة إن كنتم مقتنعين بذلك فاسعوا منذ الآن لنجاح جهودنا جميعاً في هذا